قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رسالته إلى مسؤولين الصينيين خلال زيارته لبكين كان فحواها أن بروكسل تتعامل مع الصين بجدية وتتوقع الأمر نفسه في المقابلة وذلك فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية والتجارة واستبعد المماثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي احتمال فصل اقتصاد التكتلي عن الصين وقال أنه بحث مع مسؤولين الصينيين الأزمة في إسرائيل وغزة وأعلن أن انريكي مورا مدير مكتبه سيزور بكين بعد أيام لمواصلة الحوار مع مسؤولين الصينيين حول قضايا الجيوسياسية